السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله بنشرح مع بعض معادلة برنولي وازاي نحرف نحددها وازاي نحلها معادلة تفاضلية لبرنولي اول شيء كيف اعرف ان هذه معادلة برنولي من خلال الصورة القياسية الصورة القياسية لبرنولي طبعا المعادلة التفاضلية من الرتبة الاولى اللي هي dy على dx زائدا px مضروف y plus 1 تساوي q of x يعني ده لا في ال x الشكل ده زي ما احنا قلنا قبل كده وانتوا عارفين يا شباب ان هذه تعتبر معادلة خطية نعم ازاي بقى اعرف انها برنولي لما تكون مضروفة كده في y في الطرف ده plus n قلنا ده اي عدد ممكن يبقى 2, 3, 4, 5 نصف, 3, 4 المهم ان هنا مضروفة في y plus n مدام في y plus عدد هنا تبقى تعتبر هذه معادلة برنولي طيب ازاي يحلها تعال نشوف مع بعض كده مثال ازاي نحل معادلة برنولي dy على dx ناقص 2 على x في y تساوي x تربيع y plus 5 مثلا دي معادلة تفاضلية من الردبة الاولى هنا y plus 1 وهنا في y plus 5 ازا هذه هي معادلة برنولي ازاي بحل خطوات الحل البرنولي خطوات بسيطة جدا 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 اول خطوة في برنولي ان احنا بنقسم على الرقم دهو على المتغير هذا بالقسمة على y plus 5 كل المعادلة هنا d y على dx لما اسمها على y plus 5 فتديني y plus 5 في dy على dx اتنين على x زي ما هي ال y لما نقسمها على y plus 5 تديني y plus 4 في المقام اطلعها في البصة تبقى y plus 4 والطرف اليمين هي بx تربيع هذه المعادلة اصبحت هنا في متغير هذا هو y plus 4 كأنها خطية بس فيها تحويل بسيط جدا باخد الرقم دهو اللي هي كانت في الاساس y لما نقسمها على y plus 5 بقت y plus 4 طلعناها سلب 4 افرض ان هي بz يعني افرض ان الزت او التي ما فرجت بy plus 4 وابدأ اشتق الزت يبقى d z على dx اشتق y plus 4 تبقى السالب 4 y plus 5 في dy على dx طب وابعدين هللاحظ دايما لازم الجزئية دي تبقى هي نفسها دي بس زيادة فيها على العدد اللي هو سالب 4 يبقى بالقسم على سالب 4 يبقى الرقم دهو دايما هنا ده هقسم عليه هقسم عليه هقسم عليه بقين الطرفين دول فيبقى اصبح d z على dx يتبقى 1 على سالب 4 في d z على dx تساوي هنا اقسم على سالب 4 يبقى سالب 4 تروح يبقى هنا y plus 5 في dy على dx المعادلة ده هنسميها رقم 2 والمعادلة هدي رقم 1 اقول من 2 في 1 الخطوات دي سبت على طول اروح اشيل هذا اللي هو y plus سالب 5 dy على dx وحط محله هذا نفس هذا فاحط محله مين بالتعويض يطلع لي 1 على سالب 4 ممكن اخلي السالب في الاول يبقى سالب 1 على 4 d z على dx سالب تنزل 2 على x y plus سالب 4 انا فردها بزدتي يبقى هنا اصبحت زدتي بتساوي x تربيع الرقم اللي احنا اسمنا عليه ده اروح اضرب فيه تاني بالضرب يبقى ليه استاذ بالضرب فيه سالب 4 عشان تبقى هنا معادلة خطية في زد فلازم اخلص من الكسر ده لما اضرب السالب ربع في سالب 4 يروح يبقى 1 في d z على dx تنزل نفس هنا اضرب سالب في سالب تحول لموجب 4 في 2 يبقى 8 على x زد تساوي x تربيع هذه المعادلة هي معادلة خطية في زد يبقى اذا هنا لما ضربنا سالب 4 في السالب ربع راحت فضل z على dx ونزلت z على dx السالب في السالب تحول الى موجب ب2 ف4 ب8 على x والz زد 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 تربيع هذه معادلة خطية في z ازاي يحل هذه المعادلة الخطية احنا عارفين ان المعامل ده هنسميه بx يبقى اذا بx ستساوي 8 على x وده بنسمي qx يبقى اذا بx تساوي x تربيع كده جبت بx والqx ثاني ايه هو بx ومعامل الزد ايه هو بx ده لالx اللي في الطرف اليمين وابدأ احل كأنها خطية استاذ انا مش فكر الخطية ايه خطواتها برقم واحد تجيب المعامل التكاملي اللي هو الميو بتساوي e وس تكامل b of x ده القانون وابدأ اعوه e وس تكامل ويش ال bx 8 على x طيب ازاي كامل هذي الايه تنزل 8 على x يعني 8 لين اكس يبقى الميو بتساوي من خصائص اللين ان التمانية تيجد وصيب e وس لين اكس وس تمانية هادي تروح وبالتالي يبقى الميو بتساوي x 8 ودي المرحلة الاولى في المعادلة الخطية المرحلة التانية في المعادلة الخطية ان انا اعوض في هذا القانون ميو في زد لانها ده اللي خطيتها في زد هتساوي تكامل ميو في ال q of x دي اكس الميو اللي احنا جبناها x 8 والز زي ما هي تكامل الميو x 8 طابول qx اللي احنا جبناها اللي هي x تربيع دي اكس في حتة بس صغيرة معلش ان احنا لما ضربنا سالب اربعة يا شباب ضربنا هنا سالب اربعة وسالب اربعة يبقى هنا مفروض فيه سالب اربعة وبالتالي هتظهر هنا معايا في الكو في اكس سالب اربعة اكس وهتظهر هنا سالب اربعة اكس تربية يبقى اكس والثمانية تنزل السالب اربعة دي بطلعة في الاول وقل التكامل تمانية زائد اتنين فتبقى اكس والس عشر اكس والس عشر دي اكس طيب يبقى X8 في Z هتساوي سالب 4 زي ما هي أكامل X11 على 11 زائدا ثابت التكامل في الأخير لازم أشيل الزيتها دي وعود قيمتها ويش قيمتها اللي أنا فرضها في البداية اللي هي Y أس سالب 4 يعود عن الزيت يبقى هنا X8 Y أس سالب 4 بتساوي سالب 4 على 11 X11 زائد C ويبقى هو ده حل المعادلة التفاضلية حجة برنولي يارب تكونوا استفدتوا من الشرح البسيط لمعادلة برنولي وربنا يوفقكم في أمان الله